في بيدي شو نستضيفه السيد فاروق بعسكر نائب رئيس الهيئة العونية المستقبلة الانتخابات سي فاروق مرحبا بيك أهلا وسهلا شكرا على الدعوة مرحبا بي أستاذ القانون الدستوري اللي موجود معي اليوم سي عطيل الغريف مرحبا بيك سي عطيل الغريف مرحبا بيك سي عطيل شكرا بيك على قبول الدعوة ما بعد الاستشارة الإلكترونية دايور بشنا مداهم الغادي الاستشارة تعملوا تشاركوا فيها تقريبا نص مليون تونسي الرئيس اعتبرها ناشحة هذية عبور سياسية متعاملش ياسر لكن شنو بعدها شنو المطلوب من هنا 25 جوليا سعطيل إذا كان نسمعه وإلى نقرأه بتمع وبتحليل الخريطة للطريق اللي اقترحها رئيس الجمهورية شنو محطاتنا يال ذول المحطات مبدئيا واضحة معناتها فم استفتاء ولكن مزنا ما نعرفوش أي موديمة تنسيب لأنه الأمور ما زالت مهيش واضحة 100% الرئيس اعطاه الخطوط الكبرى ولكن معتاش تفاصيل ومدام ما خماش تفاصيل الجزم بأي معتها سيناريو وإلى نتيجة يكون ربما سابق لأوانو نوعا ما رغم أنه تنجم نوعا ما نوعا ما تستقب تستبق عفوا النواية وتحاول تحط سيناريوات اللي ممكنة ولكن هذا ثابت أنه حسب الأمر 117 يقول أنه الاستفتاء والاستفتاء إجباري يعني وجوبي وفهم حاجة أخرى ربما نسيناها ما تحدثناش عليها برشا وبيدو الأمر 117 أنه يعطي رئيس الجمهورية إمكانية أنه يعمل استفتاءات اختيارية في المرسيم بعد حد شي ما يمنع طوى من هنا للوقت ذاك ولو أنه مستبعد سياسيا وماليا أنه نظمه استفتاء واحد آخر على مرسيم لأنه طوى مجال القانون الكل اللي هو سنة 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 غدو في اليوم رئيس الجمهورية مثلا يحب يمشي للاستفتاء بقانون انتخاب جديد ينجم يصدر مرسوم سريع ويستفتع ليه التوانسة هذا هو مثلا يعني هذه مإمكانيات حاجة أخرى تنجم تكون موجودة وكان قانون يسمح يسمح بهذا في الأمر 117 في الحقيقة الآن سي فاروق شنو شروط الاستفتاء في تونس اليوم شوف خليني نأكد إلياس أنه راو الاستفتاء احنا في تونس ما صارش استفتاء لكن صار استفتاء دستوري تذكروه لكبال الثورة في 2002 اللي بمقتضاع وقتها السلطة السياسية نقحت تقريبا 40 فصل من دستور 59 ولكن كان استفتاء نعرفه معناها سياسي والهدف منه هو تمديد المدد الرئاسية والسن القصوى للترش لكن بعد الثورة يعني بعد إرساء نظام ديمقراطي وبعد صدور خاصة قانون الانتخابات قانون 100 2014 ما صارش استفتاء في تونس لكن عنا إطار قانون الاستفتاء هذه أرادين نحب نأكد علاش عنا قانون الانتخابات متاعنا اللي اصدر منذ 2014 فيه باب كامل على الاستفتاء وفيه العديد من الفصول حول الاستفتاء يعني عديدهم تقريب فما 43 فصل يتعلقوا بالاستفتاء بصفة مباشرة وفما فصول أخرى تحيل بصفة غير مباشرة على الاستفتاء 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 يشبه كثيرا الانتخابات بنسبة خليني نقول 95% فيها الحال ما فماش فترة متعقبول ترشحات في الاستفتاء ما فماش تصويت على القائمات على الأشخاص هي إجابة على سؤال بين عم أو لا فيما عدا ذلك تقريبا نفس القواعد منطبقة التمويل العمومي فما في الاستفتاء الحملة فما في الاستفتاء مراقبة الحملة موجودة الضوابط متاع النفاذ المتساوي لوسائل الأعلام الحصول على التمويل العمومي الرقابة القضائية البعدية على نتائج الاستفتاء هذا يرون كل موجود في القانون الانتخابي الحالي صفت الناخب صفت الناخب نفس صفت الناخب يعني الناخب اللي يمشي للانتخابات هو بدو المعنى بالاستفتاء بتبع تحال أمنين والعسكريين ما هو مش معنين بالاستفتاء لأنه معنين فقط بالانتخابات التشريعية والرئاسية ولكن السؤال اللي يطرح واللي طوام ما عناش فيه إجابة حتى أحنا كهية انتخابات هل أنه مش نمشيه للاستفتاء بهذا القانون اللي كنت نحكى عليه أو هل أنه مش يصدر مرسوم إما ينقح القانون الانتخابي الحالي ولا مرسوم ينظم الاستفتاء يعني بمرسوم لأنه زد في القانون هذا إليس فما فصول اللي رهي مشكلة في تطبيقه في الوضع السياسي الرهن نعطيك إجزامل تفضل هو أنه القانون الحالي يقول لك من له الحق المشاركة في الاستفتاء هي الأحزاب النيابية يعني الأحزاب الممثلة في البرلمان فقط هي عندها حق المشاركة في الاستفتاء لأن إلى أي مدانج منحكيه على أحزاب النيابية في ظل تعليق البرلمان هذا نقطة استفتاء اثنين القانون الانتخابي الحالي يقول الأحزاب النيابية هذه نوصل مو عندها حق تشارك لكن عندها حق في التمويل العمومي رخوا تخوا تخوا منحة عمومية لتمويل حملة الاستفتاء هذه النقطة الثانية اللي هامة المسألة متى الموعيد زد لأن الموعيد الموجودة في قانون الانتخابي الحالي لا تتتابقوا مع الموعيد المعلن عنه نعطيك مثال بسيط هو حسب القانون الانتخابي الحالي أمر دعو التناخبين الاستفتاء يزم يزرق بالشهرين من موعد استفتاء نار 25 ما ولكن اللجنة اللي سوف تعد النص الذي سوف يعظ على الاستفتاء قالوا أنها تني أعمالها في آخر جوان دونك مش مقابل يعني بعض القانون والموعيد اللي تم الاعلان عنها مش مقابلة دونك يلزم أما يتنقح القانون يتبدل الموعيد هذه المسألة رهي اللي فيه إشكالية كلهم مش نحكيو فيهم بالنقطة بالنقطة مش نحلو اللي فهموا الأشهر قال أربع شهر يا جميع أربع شهر أفريل ما جوان جوي أربع شهر نحكيو على 6-12 أسبوع نحكيو على 6-12 أسبوع تقريبا دونك بتوتو معنى العملية ولينا بش نحاولو قبل ما نمشيو للمشاكل وللأسألة هذه اللي غلوب الموم عندناش لها إجابات ترجع شوية خزادة إلى تركيبة اللجنة بما أنه هاللجنة هذه بموجب الفصل المرسوم 117-22 عادنا تقريبا فكرة على هذه اللجنة نحاولو نفهم وش كون فيها شنو شنو ينجم يكون موجود في الأيام القادمة فصل موقف التوينسا من الإذرابات في قطاعات مختلفة بين الحق في الاحتجاج والمطالبة بالحقوق وحق المواطن في الحصول على الخدمات في وقتها هل من الممكن الوصول لحل يحقق التوازن ويرضي كل الأطراف؟ اللجوء للإذرابات كيفاش يأثر على الحياة اليومية للتوينسا؟ هل من الممكن تفادي الوضعية الحالية بين دور الدولة والنقابات والسلطة المختصة؟ موقف التوينسا من الإذرابات في قطاعات مختلفة مضع فورو منهار جمعة من توى سجل رأيك ونمرو تليفونك على الـ 71 يتقدم المهرجان الدولي للقصور الصحراوية بتطوين في دورته 41 من 24 إلى 27 مارس ألوان متنوعة من الفنون الشعبية وعروض الفروسية وأكلاد تقليدية ومختلفة وسيكا فم مرحبا بيكم ماضي ساعة 17 دقيقة نستضيفه سيفاروق بوعاس كرنايب رئيس الهيئة العالية المستقلة للانتخابات سعوطة الضرائي فستاذ القانون الدستوري مرحبا بيكم مزوز سعوطة اللي كانت تسمح قبل هذا الكل وذهابنا إلى استفتاءة من هنا إلى 14 فما لجنة اللجنة هذي شي قول عليها القانون والحقيقة مرة أخرى خلنفهمه اللجنة هذي إيش بيش تعمل دستور جديد اللجنة هذي جاء ذكرها في الأمر 117 في فصل قسير فيه شح ربما من المعطيات المتعلقة بتركيبتها وطريقة عملها يقول بلجنة يعني الاستعانة بلجنة يعني اللجنة سيستعين بها رئيس الجمهورية كما يقول الفصل أنه هو الذي يتولى أعداد مشاريع التعديلات المتعلقة بالإصلاحات سياسية بالاستعانة بلجنة إذن عبارة الاستعانة في تحديدها مازال مش واضح يجب أن نستناول الأمر اللي يتم إصداره من طرف رئيس الجمهورية اللي يتنظيمها الآن ما هي اللجنة كده قداش عددها شكون الناس اللي فيها هل بشيكونوا قانونجية بركة وإلا قانونجية وإلا معتها اختصاصات أخرى شو مطلوب منهم سيوطيل والله حسب النص اللي موجودين هنا مطلوب منهم إعانة رئيس الجمهورية على إعداد مشاريع التعديلات وإلا على ربما إبداء الرأي وإلا ربما منعنش ما هيش واضح الأمر حتى يهبط الأمر مع تريل الموض مش مشكل مش مشكل هات أحنا نحاول ونفهم ومبعضنا يظهر لي فهم أجزاء من الإجابات قاعدة جي حتى في الكلمة الرئاسية من كلمة إلى كلمة والمشروع قاعد يتبلور الفكرة اللي لازم نقولها للتوينسا أحنا بش نستفتيهم على شنو دستور جديد نص يقول كلمتين مرة أخرى ما مش واضحين يقول الإصلاحات السياسية ويقول مشاريع هذه التعديلات كن نقرأه أحنا الفصل 22 في الفقرة الثانية متاعه في الحقيقة ما فماش اختلاف كبير وقبلها سي فارق أن يحكي على الاختلافات ما بين الاستفتاء والانتخابات هوني كيف كيف فماش فرق كبير ما بين الدستور وما يراد به من الإصلاحات إلا كلمات هي بسيطة وركنها مهمة كنقرأه وشيقول التأسيس لنظام ديمقراطي في الدستور نقرأه نظام ديمقراطي هذا كلمة حقيقي حقيقي يعني أنه اليوم كنا ربما عايشين في نظام ديمقراطي ربما مقنع وإلا مش صحيح وإلا ما هو الشعاطي وهذا عشناه الحقيقة للأمانة لأنه كنا في أزمة سياسية على مستوى المؤسسات السياسية الكل بلا وجود محكمة دستورية وتعرف ستنا في كلمة الحقيقي ينجم يكون يتصور رئيس الجمهورية أنه فما مشكل في تقاسم الأدوار ما بين القصبة وكرتا مثلا في الدستور 2019 يجي يقول للجنة كيفش نعمله تجي للجنة تقوله يا سيد الرئيس يا نارا ونقترح عليك أنه في الموضوع هذا النقح كذي ويولي مثلا أنت سيادتك عندك الدمان الكل ولا تقوله يولي الدمان الكل في القصبة وانت اللي تقرش تكون يشد القصبة مثلا هذا تقريبا اللي بش نمتشون بعد ما بش نقره هذا في عشرات النقاط بش نستفتا والتوين سيساوف حاجة أخرى يقول يكونوا فيه للشعب بالفعل دونك العبارات اللي موجودين والليزيدين أحنا في الدستور عنا صاحب السيادة هو الشعب هو مصدر كل السلطات ويمارسها بواسطة منتخبية ولا الاستفتا هذا الكل ما فيه اشي اختلاف الاختلاف هو فكل الكلمات اللي تزادت اللي هي تعبر حاشتين تعبر على معاينة اللي واقع يعتبر رئيس الجمهورية انه ما هوش حقيقي فيما هو موجود في الدستور مقارنة بالممارسة والحاجة الثانية هو نيدو انه يتجاوز هالواقع الخائب ويردو ممارسة ديمقراطية صحيحة هذا في مستوى النواية الآن كيفاش بش يتم هدايا وتكريس دولة القانون ضمان الحقوق والحريات تحقيق هدف الثورة اللي تبدل 17 ديسمبر ومعادش الزوز تواريخ في الشغل والحرية والكرامة الوطنية موجودين كشعارات في الدستور ويقول له يعريضها رئيس الجمهورية على الاستفتاء هوني اللجنة اللي بش تخدم هذا الكل ستبرر ماذا إصلاحات كبيرة عنا قانون الانتخاب هذا سؤال هذا سؤال اللي برانا احنا الزوز ملمومين اساسا عن هذا يعطيك صحف حزاب قانون تمويل يعني عدة شوانة محلولين الكل مع بعضهم فعندما يقول هو سيغة الجامعة الإصلاحات السياسية هل ستكون في الدستور بركة هل ستكون في نصوص أخرى هوني دور اللجنة بش يكون هو مهم حسب ما يعده هو رئيس الجمهورية فدور اللجنة بش يكون هوني عندي مشكل كنت نسمح ساعة وطاعة اه تفضل اتماعا إلى أي مدى استفتاء النجم يكون جامع إلى هذا الحد يا أخي أي لا وقت تعييت لي أنا كمهاتر تقول لي جاوبني أي لا أنت وافق ولا مش وافق أي بش تقترح علي عشرات النصوص شو 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 فما ظوابت رو مشاكل هاي الظوابت الظوابت موجودة حتى في القانون الانتخابي الحالي ولنا فما دي زيليمون دريبونس استيد عطيل على السؤال هل أننا نتجأ إلى دستور جديد أو تعديل دستوري حتى في القانون الانتخابي يعني انحيلك لفصل 115 القانون الانتخابي الحالي السيري المفعول اللي يحدد صيغة السؤال بالضبط بين ظفرين يقولك تتم صياغة نص السؤال المعروض على الاستدتاء على النحو التالي ونقطين وظفرين معناها هذا هو هل توافقه على مقترح تعديل الدستور أو مشروع القانون المعروض عليك اشتفهم منه معناها الفلوزوفية متع القانون الانتخابي الحالي هو في تعديل دستوري ومش في دستور جديد لان زادة نربط حتى على الفصل 22 يظل المتاع الأمر يحكي على تعديلات هكا ولا هذه كلمة تعديلات حتى جور ديكم موبرلان عندها معنى تعديل نفهم منه هو تعديل نص قائم يبدو لي حسب الإطار القانوني الحالي نتجه إلى تعديل دستوري أكثر منه إلى تبني دستور جديد هذا خراع قانونية صرفها راو يعني كنوخ الفصل 22 من الأمر ونوخ لكن هذا اللي موجود الآن حتى حد من يقولك مش يواصل ولا مش يتبدل معتك صح ولا دونك هذا إذا كان نخزره لـ 22 نخزره 117 ونخزره فكرة الاستفتاء وإحنا مش نستفتي ويا أما على قوانين وإلى على تعديل القانون الحالي يقول تعديل بصفة عامة قد نتجه إلى نص جديد ولذا يعني دفكتو قانون استفتاء جديد نمشي به مانجموش نمشي بهذا هو فهم فكر أخرى أي ولا يسفره وارد أي ولا وارد مانجموش رئيس الجمهورية يمشي استفتت وينسع على جملة من النصوص بمجمل قانون هو النص الحالي لا يسمحه إلا بنص واحد يكون إما تعديل دستوري أو نص تشريعي بصريح الفصل 115 مش نحافظ علي ولي أرى حتى حتى من جوابك ولكن هذا النص لا يسمحه بيستفتي على أكثر من نص وبدرجات مختلفة متجمش في نفس السؤال تحط لي دستور جديد ونصوص تشريعية ولا نص دستوري ونص تشريعي فهمتش نوع نعم نعم دونك كي تحط النصوص تقاربها الإشكالية تلقى أنه القانون الانتخابي توا كي تقرأه تلقى دفازي معنى مش هو اللي يحكيوا عليه معنى تحس تحكي على أكثر من دفازاج حكيت على التمويل العمومي وحكيت على الأحزاب النيابي ولا حكيت على الأجال دونك معتش قابل بعضه فرسمة رئيس الجمهورية مش لقى روحه مجبور على مرسوم انتخابي هل مش يقرأ حسابه المرسوم هذا على الاستفتاف فقط وإلا على من سيشرف وفي نفس الوقت على قانون الانتخابي للانتخابات التشريعية سؤال سؤال وممكن ياسر إذا كان النية تكون متجهة إلى تنظيم انتخابات رئاسية سابقة لأوانها لأنه هذا سيناريو محتمل ربما ما يكون موجود ولكن غير متوقع بالنسبة للأغلبية ملاحفين ولكن رئيس جمهورية ربما عودنا ديما بعديد مفاجآت ربما يقول أنا نحل مش نحل معنتها نترشح نقدم معنتها انتخابات رئاسية سابقة لأوانها ربما يكون تعديل القانون الانتخابي في هذا الاتجاه حاجة أخرى باكتش كامل قصدك باكتش كامل لأنه إذا كان هو كم الواصل في شعبيته من هنا للانتخابات رأوا بيربح حاجتي أولا أنه المدة اللي قضاها في نيابة متاع الدستور العامين والأثنين أذكر مربحين ثم نعود بمدة رئاسية جديدة إذا كان يقدم روحه للانتخابات رئيس الجمهورية قائس عيد ينجم يكون عمال العامين لكن ينجم يوال يعمل خمسة سنين أخرين وبعدهم خمسة سنين أخرين يعني أثناش سنين موجود وهذا منطقي كان بدلنا الدستور كان بدلنا الدستور ما عادش خاعدين في الدستور بتاع 2014 دونك وثم تيكموا بش نعملوا مؤسسات وانتخابات جديدة بالدستور اللي الجديد هاو أنا بش نعمل لك أستاذ عطيل موضوع واتناش نتعطيه للطلبة أنت غدوة الحقيقة لا وقت عاد فاقوا بيه من توعد سيهت حرقة هذا الكل في ظل الفصل الثمانين وإلا لا على خاطر له هش يقول فصل الثمانين فالثمانين وقت اللي يقول اللي هو يسعى إلى إلغاء معناها الوضع الطارق وغير وإيه الآن انتخابات جديدة تشريعية ورئاسية اش تعمل ترجعنا الوضع القديم ولا ما ترجعناش وترجعنا المؤسسات القديمة وإلا ليه وإلا تخلقنا وضع جديد المأزق الدستوري مزال وحسب رأي مش بشي تنح لأنه رئيس الجمهورية أصر على أنه كل النصوص وخاصة الأمر 117 يكون مبني تحدينا على أنه الأمر متعلق بتطبيق للدستور والفصل الثمانين لكن كي نقرأه في الدباجة الأولينية متاعه نلقاه أنه فما مؤشرات توري أنه رأيه ما عادش ملتزمين فقط بالجانب القانوني بل أنه الجانب الواقعي والسياسي هو اللي مسيطر ونفسرك عليه فضل نقرأ جملة يقول إذا تعذر على الشعب التعبير عن إرادته وممارسة سيادته والتعبير عليها في ظل الأحكام الدستورية السارية تغلب السيادة على الأحكام المتعلقة بممارستها دوكور فور والطريقة هذه إذا كان نحن مبدأ في القانون كنا نحن يعليق بلك في الأوف أنه من أمكانه الأكثر أمكانه الأقل يعني لنجم يعمل حاجة الكبير لنجم يعمل حاجة الأقل سواء كان في البي إذا كان رئيس جمهورية كان قادر أنه يغير نظام قائم بأمر وإحنا نعرف وهذا قرناه في الكليات ونعرفه حتى رئيس جمهورية يعرف شيء هذا أنه قرنا الطلبة وهذا من باب الأمانة العلمية أن الدستور يعلو ولا يعلو عليهم مستحيل السلطة داخل الدستور تجي تقول اللي الدستور أقل درجة من النص اللي تخرجوا السلطة هذيك هذا لا شك ولا اختلاف فيه على المستوى القانوني الصرف أنه هناك مس وخرق بالدستور يبقى الآن المشكلة الواقعي والسياسي هو أنه نسكل في قبل 25 جولية كانت تقول الوضع كارفي وخطير وفاسد ومجمش يتواصل وكناك ينسلوا على الحلول حتى حد ما قدم الحل هذي جاء رئيس الجمهورية غالط بصحيح شجيع مش شجيع بمبورت التاريخ سلوه وقال أنا بش ناخد تدبير استثنائية وبش نكمل مباشرة في تطبيق الدستور ربما تخوفا أو خوفا من أنه يخرق الدستور بحاجة أكبر من اللي هي خارق موجودته لأنه الدستور كان يمنعه أنه يحل المجلس النواب فالحفاظ على مجلس النواب وهذلك الخيط من الشرعية اللي قعد موجود وهذا رو في تاريخ تونس مشويل المرة 23 مارس 2011 السيد فواد المبزة هذا تفويض من عند مجلس النواب المستشارين لإصدار مرسيم كرئيس مؤقت شعمل 23 ديسمبر على التنظيم وقت للسرات العمومية قالوا يا دستور يلي أعطيتني التفويض أقعد الارتاح تقول لي هاكو وفما ثورة وفما ما يبرر هنا مني شانا مش نحكم يندراكار ما عملنا هكاكة ولا ما عملناش ولكن اليوم اللي حل الملجانب القانون يصرف وحنا نعلم للطلبة أنه دراسة القانون فما مثال يقول من لا يعلم إلا القانون فأنه لا يعلم القانون كانوا واقعيا لليوم عندك حرب روسيا بجنبنا وعندك تنظيم قانوني للسرات العمومية موجود بصفة مؤقتة وعندك حكومة تمشي وإحنا نتعامل معها جمع الفاتي ذول حتى الهيئة قالت نحن مستعدون لتنظيم الانتخابات شو معنتها ونجس على القضاء ونقوله هكا معتا أن السرات الكل والوسائل والإعلام والحزاب والكل قاعدين يتعاملوا مع الواقع هذه بغي خايب غالط الرئيس مش غالط الرئيس ذاك ما شاء الله نجم نقوله عليه الكلام هذه ونتناقش فيه ولكن حقيقة وهذه اللي نجم نقوله أنه التجارب العالمية الكل في حياتها أراد أنه الواقع هي تفوق على القانون وهذا حتى في الانترنسيونال وقتل العراق ضربت أش اسمها أمريكيا وبريطانيا ضربوا العراق أنه ما فماش دونك أحنا قدامك الواقع هذه مش نبرر فما أخطاع فما طرق اللي هي ربما تكون موجودة ولكن الأمانة العلمية تترضى القول هذا ما هو موجود من ناحية القانونية أما عن ناحية السياسية والواقعية الناس ماشيين دجا في لانجرنان أوكي لكن بربي تفصيل وماشي للنفاصل أي مجلس والمجلس نيبش عملنا فيه مثلا في عيدة الموتة هل المأزق دفقتو ولا كيفان دفقتو هو في عيدة الموتة ولكن النص الآن يبش يرجع رئيس الجمهورية وغيرتوفى ظروف الاستثنائية يزمو يرجع للدستور وسير العادل دوالي بالدولة هوني الكلمة التأويل متاحها هل السير العادل دوالي بالدولة بما هي موجودة فيه في الدستور أم السير العادل بيوجود برلمان مش البرلمان الحالي هذا يفترض فيه شكون كان يخذي قانون لسي جديد وشعمل انتخابات كي ما قال هو سيكروكشن انتخبو برلمان جديد هل سيكون بنفس التركيبة ونفس اللوجيك ونفس الاختصاصات كي ما الدستور لتوى ولا بالتعديلات اللي بجديه هذا ما سنراه بعد الفاصل كي ما تقول انت الخيارات قاعدة تصير في تونس اللي نحكي فيه اليوم وهو يبدو الحقيقة مركب جدا هكا وكمبليكي والحقيقة في الاخر في الاخر هو عايشنا المشترك شكون بيش يحكم كيفاش بيش يحكم عليش بيش يحكم بأي قليات بأي شرعية وغضوا في الايام قراروا عنده قرار سلطة التنفيذية والتشريعية عنده نتائج مباشرة على العائلة التونسية على مصيرنا كمواطنين على مصيرنا كأباء كأمهات كعائلات كخيارات اقتصادية ولذا السيدة المستمعين اللي يسمعوا فيها مهما كانوا وينما كانوا رانا نحكيوا على تونس غدو رانا نحكيوا على مكتوبك نحكيوا على دارك نحكيوا على القاز الماء الضو والقرارات رانا حتى كنتظهر لأمور صعيبة سي فاروق هي أمور حياتية مباشرة في علاقة بحياة التونسي سعاد تونسي تظهر له هلمية وبعيدة وصعيبة لكن رانا اللي تختاره اليوم اللي تختاره اليوم اللي غدوة بشعية لك الصندوق وعايشنا المشترك فيه قرارات جماعية هو اللي يقرر مصير لبلاد الناس هولي سعاد مش فهمة انه هذا اللي موجود على المحك دايان اليوم القانون مش القانون الأجال تقول في هذا سي فاروق انتي غدوة في اللهية بشي يقولك ياما بشي يقولك إيزي سلام عليكم يا إيزي أنا هاو قانون جديد والقانون الجديد هذا بطبيعة الحال يجب يكون فيه قرار حول مصير الهيئة هل نحن في حلقة فضلة وقت اللي يتبدل قانون انتخابي وقت اللي ما يتمشي الإشراف من عند المجتمع المدني ما عفوش كومش يشرف غدوة وقت اللي فيه أربع شهر فما لجنة تحذر من الغادي الغادي ومن بعد ومن بعد يستدعى توين سيمكن على نصوص برمتها مش فهمين كل تفصيل شي نجم يعمل وإلا الوضع الاستثنائي بر كل شي تلاحظ الياس أنه الأسألة أكثر من الأجوبة هذا نوع من النقاش ديما هل وبعد في الأخر ما تلقاش إجابة لأنه فرضيات وحتى حد ما يعرف شنو المائلات لكن خليني نرجع للإطار القانوني يعطينا دزنديس نجم شوف الإطار القانوني لانتخابات فهم ثلاثة نصوص مركزية فهم الباب 6 من الدستور المتعلق بالهيئة الدستورية لا يزالوا نافذة إلى هذه اللحظة دليل ذلك إنو الهيئة الدستورية الوحيدة توقع تخدم ودليل ذلك إنو نار 27 بعد غدوة عن انتخابات بلدية في خمسة بلديات تشرف على الهيئة بمقتضى هذا القانون الانتخابي بمقتضى أوامر دعوة ناخبين صادر على الرئيس الجمهورية عند توقع تقريبا جمعتي بحنا نتفق في المسألة هذا الباب السادس الباب السادس ثم نعمتوا شوية من الدستور شنا نلقاو القوانين الأساسية المنظمة للانتخابات هما دو تكست قانون هيئة انتخابات ديسمبر 2012 وقانون الانتخابات مايه 2014 ما زالوا نافذين بحي إني كمش تعتيني السؤال إليسر نمشي جاوبك حسب القانون الموجود ما النجام مش نمشي في التخمينات حسب القانون لكن نذكر فقط نوسياتك قاضي ونذكر فقط أنه عندك زالين اكسبرتيز على مستوى انتخابات وأنه قادر أنك تحكي حتى على تجارب مقارنة وأنه في ظل وأنه في ظل انتقال ديمقراطي هذه تحديات صارت في عديد البلدان وأنه تحديات نحكي معاك مش إيزيكها حسب القانون الانتخابي الحالي ودي ما نحب نسطر على النقطة هذه رأنا أولا نتجه إلى استفتاء حول مقترح تعديل دستور حسب القانون الحالي مش دستور جدي قلتها عشر مرة هذه حاجة تريزة أمورتان مش نذكره والأجيال الموجودة في القانون الحالي اللي هي رأي ما زلت نحترموها معناها لأنه 25 مئة ما زال بتاع أمر دا وتناخبين لكن شوف أمر دا وتناخبين ستناكت تريزة أمورتان في المسار متع الاستفتاء هو عنده خصوصية مقارنة بأوامر دا وتناخبين متع الانتخابات اللي نعملوا فعلا لأنه نص يقول لك الأمر هذك يجب أن يلحق به النص اللي سوف يعرض على الاستفتاء وزوز يتنجدوا فرائد رسم الجمهورية توليسية قبل شهرين قبل شهرين عليش وهذا رأي متتابق مع المعايير الدولية قانون الانتخابي الياس حبينا ولكرهنا رأيه أخوض برشة من المعايير الدولية بنسبة 80% عليش قبل شهرين مش ليه تسلى الله معناها مش يجيب لي نص بش نقرب والمجتمع المدني يلزم عنده نص قبل شهرين كاملين بش هو كيف مش يمشي يدخل في الحملة دي جا لأنه بعد النص عندك دو دات كلي فما الحملة متاع الاستفتاء وقتها رأيه حسب القانون اللي يقول لحزاب بارك تشارك فيه اللحزاب تصرح أولاً بنيتها المشاركة لدى الهيئة الانتخابية هذا يرأي حسب المعايير الدولية نحكي لك وحسب القانون وتصنى في روحة تقول يا هيا أراني أنا الحزب الفلاني سوف أخوذ هذه الحملة ضد المشروع أو مع المشروع معناها الحزب اللي مع المشروع مش يدعو ناخي به إلى تبني والتصويت بنعم ومش يحاول يحط المزايا ولزابونتاج بتاع التكست والحزب اللي مش يكون ضد مش يعمل العمل المضاد هو أنه مش يدعو ناخي به أنه ميصوته لا ومش يحاول يبين لي في بلايس اللي زان كون فيديو بتاع التكست جديد هذا يرى وحسب القانون الانتخابي الحالي اللي كما قلت يتطابقوا في برشة حواج مع المعايير الدولية مش نخليوا هذا ولا بش نمشوا في حاجة أخرى ما نعرفوش ما نعرفوش ولكن زادة اللي نعرفوه زادة من المعايير الدولية وهذه الكوميسونة فينيز راي واضحة فيها وراي تونس عضو في لجة البندقية دايور هي والجزار والمغرب تقول أنه من الأفضل اسمها الممارسة تفضل من الأفضل هي توصيات مش إملئات أنه لا تمثل القانون الانتخابي في عناصرية الجوهرية في السنة الانتخابية باي ودا يعرفو رئيس الجمهورية ياسف الملاحظة فضل سيتي بيشو هو فما سينايرو آخر النجم يجنبنا بارشة مشكل من ناحية القانونية ومن ناحية حقوق المواطنين في الاستفتاء النجم رئيس الجمهورية لا يعرضو الإصلاحات والنصوص والتعديلات كفوصول برشة بيش ما تكثرش خطر صعيبة ياسر ومستحيلة بيش أنه نفهم ولكل سيتان باكتش كي ما خلت أنت يا بروندر وليسي ونجمش أنه ناخو دستور كامل وقانون انتخابي كامل ونقول إيه نعم أم لا ما نجمي تترح سؤال واحد آخر اللي هو اللي هو هل تحبوا نعدلوا الدستور ولا لا وقت الشعبي ولا مطالب باش نعم أم لا على بقاء دستور جام في لكن السؤال هذا بالذات يزمو ويتمقح القانون ومش القانون الأمر حتى الأمر لأن الأمر يطلع عريضها هل يعقل فلسسياً وأخلاقياً أستاذ أنه جي تستفتي الشعب التونسي على نص مقراهش هني جيك ما كملت نخليتني راني كمل لطول يا موينة رئيس جمهورية عندي لجنة وعديت مشروع وندفع عليه فعوذ نجي نحطه كي هو ونخلي السؤالات معقدة وصعيبة ومشاكل والانتقادات والكل وكان ينفرض فيه يا إي يا لي نجي نقول هاو ما تروح على النقاش وهو ش فيه القانون هذا ولا المشروع ولا القانون الانتخابي ونجي نسأل المواطنين هل كانوا موافقين على تعديله نعم أم لا كانوا موافقين عن علم أنه النقاش اللي صار الاجتماعي والثقافي والقانوني قبل لذلك الناس كل تبدأ تعرف وملمة بالمعطيات بدون ضغط وقتها الناس كل تبدأ عارفة ش ليها وش نوع عليها والمواطن وقتها مطالب ش يجيوب على سؤال بسيط مش مية تلف نص هل توافق على تعديل الدستور بالنسخة اللي هي توا معمولة ومقترحة من اللجنة ومن الرئيس ولا لا وقتها كان موافق راهوا دجا موافق المقترحات الرئيس ووقتها فما شرعية ومشروعية كان مش موافق من باب الأخلاقيات أنه وقتها رئيس الجمهورية يقدم استقالته بحكم أنه فشل في أنه يقنع المواطنيين بل يعملوا هذا الكل من خمسة وشرين جويلة اليوم وبالطريقة هذية النجم نعملوا عملية كيفاش يقولوا احنا التوفيق ما بين نتفديه أخطاء وأخطار الاستفتاء اللي هي حملة ممنهجة استعمال وسائل الإعلام الوطنية لفائدة النعم عام 2002 في إذاعة مش لازم نسمي فما شخص محليه ويتكلمه لكن قال حاجة غريبة وانا نسوك في الكرب وماشي نقري دير جمعتها الموضوع للانتخابات الرئاسية شقال السيدة قال لا يا سيد ها بش نحكي لكم حكاية أروا الاستفتاء ها وعليش يجبكم تقولوا نعم على خاطر الرئيس في بعض الدول كما إيطاليا وغيرها يكون كبير شخة مخة أحنا ما يلزموش يفوت لـ 75 سنة ما قالناش ومغالطة أنه هي كانت في الدستور القديم 70 سنة وما قالناش مغالطة أخرى أنه 70 سنة يوم تقديمي ترش ترشوح يعني اللي ترشح عمره 75 بشي ولي بعد 5 سنين قداش عمره 80 سنة هذي دوركم الكبير الياس في الإعلام أنه يكون بين بين معنا هاو البيه وهاو الخائب بشي نجم المواطن مهما كان القانون الانتخابي مهما كان القانون الانتخابي قديم ولا جديد وذلك من خيار رئيس الجمهورية ومش تكون عنده طبيعات كبيرة يسر ومهما كان الاستفتاء على نصوص وإلا على فكرة المبدأ سيتم اختزاله في قوات تقول هذا انقلاب وقوات بش تقول هذا تغيير تاريخي التونس دكوردو وإنبوسيبل هذا معنا سيتم الاختزال وداير على مشكلة كبيرة شو كون يتكلم باسم الرئيس اليوم شو كون يتكلم اليوم باسم الرئيس لتفسير النصوص التي قد تكون مقترحة لتنقيح دستوري معنا حد معنا حتى حد شو كونك عليش علاقة القوات السياسية لن تنخرطها في فكرة القوات السياسية المعارضة اللي مشروع رئيس الجمهورية لن تنخرطها في فكرة أن ينقشك في النص على خدره ويعتبر أنه المبدأ للإستفتاء هو مبدأ انقلابي على الدستور منذ البداية دونك ما يحكيش فيه معاك ما يمشيش فيه معاك ما نشف ندخل نحكيه على الآليات هلتوكا هلتظر المواقف بتاعهم الرسمية استباقية يمكن يكون هلتوكا هلتوكا في هذا النوع من خطاب اللي متاع ناس هو التصور لرئيس الجمهورية وقت اللي بشيقول مثلا النظام السياسي هالنظام السياسي هذا بشيرتكز على شنو بشيرتكز على أنه الأقديم خايب ولا بشيرتكز على أنه هاو المقترح متاعي أنا كرئيس جمهورية وبشيحط روحه هو على المحك فيه وإلا ليه في مقترحة جديد سيا هو الحقيقة النظام السياسي مش هو الوحيد اللي كما نقول وحنا الملعون والمنعوت بأنه خايب لأنه تنجم تكون عندك أي نظام سياسي مهما كان برلماني رئاسي مختلط والأنواع موجودة في العالم القيمة نجاح النظام السياسي متوقف على حشتين ولا تلاف الأولانية الوضع الحزبي اللي موجود احنا شفنا عنه كان وضع نظام برلماني ولا نظام رئاسوي اللي كان قبل في بعض الدول الأخرى إذا كانت ما تكونش عندك وكي يقول يقول نقل عليه يقول أنا مثلا الأجسام الوسطة لن تكون موجودة في اللعبة الجديدة ما على اللي رفضين الموقف هذا أنهم يتحركوا وأنه كما أنت إذا كان وصلت بشفكيت حقوق متاع الناس يلزم الناس هذي يتدفع عليها وما تخليش التيار هذي يكون موجود وبطبيعة الحال أكبر نتيجة وأكبر حاجة نجم تكون موجودة هي أنه ما ينبعوش عن التصويت ولكن يصوتوا بلا حتى الاستفتاء اللي يريد أن يكون إذا كان يحب ديكتاتوري تقول أنت نقعدوا في الإليات الديمقراطية إذا كان مشينا للصندوق تالصندوق يتكلم قاعد تقول أنت منطقيا هو الحزاب الموجودة أنها تشارك في الانتخابات وتصل إلى السلطة وتبقى فيها أو بش نعملو ثورة يعني معناش دوتر شواء يا إما بش نقاطعو وما نش بش نخدمو وإلا بش نعارضو ونحاولو اللي تخذاه بطريقة يعاود يتفكي بطريقة أخرى وهذا هل هو ممكن معقول تعرف ما وزير القوة على مستوى الواقع حاليا أنه إذا كان أنت عندك سيطرة وعندك مقبليك كنا نحكيه في الأمن والجيش ومع شروعية شعبية غيرها هل يمكن القيام بهذا أم لا في نتائجه على مستوى الواقع طبعا القانون قبل كل شيء لأنه المنطق يقول أنه نحترمه ونطبقه هل نشوف واحنا إذا كان حكينا على مؤشرات انتخابية العزوف إلى أي مدى الاستفتاء فضلك سياسي ولا سياسي ولا تشتبع خوار أستاذ شوف القانون الانتخابي الحالي وهذا يرى برميل ديفايانس اللي موجودة من 2014 حطوها وممكن منعرش أسكو وقتها وعين من المسألة هذه ولا هو أنه لا يشتري تحدد أدنى من المشاركة للإقرار بشرعية الاستفتاء ماذا معناها؟ معناها راهو بالقانون هذا اللي مش متاع هذا قبل 25 نجم قانونيا شرعيا شكليا نحكي مانش نحكي سياسيا ولا مشروعيا لغير ذلك نجم استفتاء بواحد بالمئة متاع مشاركة ويعتبر شرعي ومرتب لآثاري وقتلي القوانين الأخرى نعطيك مش سياسيا ومش سياسيا قانونيا قانونيا وقتلي فما قوانين أخرى وديمقراطية أخرى تشترط حد أدنى من المشاركة باش يكون الاستفتاء عنده أثر ملزم لأنه الاستفتاءات فما الاستفتاء مثلا استشاري وفما اللي عنده الأثر ملزم هذا الامتحال للرئيس الجمهورية اللي عنده أثر ملزم إلياس فما ديمقراطية تقول لك على الأقل 30% من الكور إلكترال يمشي يشارك يشارك معناها يسوت خلينا من نتيجة ذي كان بعد وفما ديمقراطية توصل تقول لك لا 50% مشارك نحن في تونس لا نشترطوا ذلك لكن نحن في مجال جماعة المحلية هضي يا رئيس في الاستفتاء المحلي حتى النشرع التونس تبركنا الاستفتاء المحلي ألياس كانوا على الأقل فدال في الاستفتاء المحلي ما جربنا airlineش يقول لك للأستفتاء المحلي اللي يتقروا البلدية باش يكون ملزم للمجلس البلدي على الأقل 30% من الناخبين الناخبين لمحلي إن شاركوا يا بتن Hehe تحطها في الاستفتاء المحلي اللي هو قيمته مجهامة برشا على مثال التتهاءة الترابية التنموية وما تحطوش في الاستفتاء الدستوري والتشريعي ما الاستفتاء الدستوري والتشريعي جاء جاء قبل جاء قبل لكن كانونج منقبل القانون حاجة اخرى زاد 3 امورتان الأغلبية داخل 30 ولا 50 سيدي مشاو 30% الاستفتاء الدستوري الشي يجب نلقى انا تو في الصندوق يجبني نلقى اغلبية مطلقة متناعم معناها كنجي نفرز شا عندي يعني عندي بيضاء وعندي نعم او لا وعندي ملغات هذا هوم الوراق باش نقول راه الاجابة هذي افرزت نعم ورا وهذا النص يلزمني نلقى اشتر المقترعين صوتوا بنعم على تعديل الدستور مشاو مليون يلزمني نلقى خمسة متلف ونحب مهما كان مهما كان مهما كان باش نستفتاء يتعدى باش نستفتاء يتعدى لكن زادة تنجم ريت الخمسة متلف وواحد تنجم يمشي لك حتى متلف اي ويكفي تجيبه خمسين الف وواحد اي ويعتبر دستوري وملزق حالة بالقانون الانتخابي هاو سؤال بربي ما دام نحنا اليوم حالينا الشهية متع الأسألة اي اذا كان ما عندكش الاغلبية هذي اشتعمل تعاود الاستفتاء اغلبية شنو مثلا ما عندكش ااوي هسيدي تم الفرز والنعم هذه لم تحرز على الخمسين بالمئة زايد واحد جيت لول اجابك قانونة لا اجابة في القانون الانتخابي حول هذه الفرضية يعني ماذا ذلك نرجع ونقعد وغادي معناها اما لنا مش نرجع كما نفس الوضعية وقلم استفتاء جديد لكن القانون ما يقول لكش رأو مثلا اذا كان لم ينجح الاستفتاء كما قال الاستاذ عطيل فما فرضية اخرى هذي اراو شوف سسان دي لا كون الي ازاد الامانة وش مسؤولة عليها هراو سيدة هذي اراو مسؤولة عليها المشرع منذ 2014 كيف حط الباب متاع الاستفتاء ولا ما جربناش يظهر لي وقتها لو عديد التجرب اللي ما تقول اش رأو يلزم موجودة مثلا الكندا عملوا الكيبك عملوا استفتاج اجي 4 او 5 مرات نخرجوا من الكندا ولا لا والبريكسيت صارت ولا الاستفتاء على الدستور الاوروبي متاع الاتحاد الاوروبي يعني ذلك هو الحل انت عندك استفتاء نعم ام لازوز يجابات للولانية اللي بيش ديب اكثر من 50% اللي بيش تربح وين من المشكل يبدأ نسبة المشاركة ضعيفة ماش غلطة زادة اللي نظم الاستفتاء غلطة اللي مشارك في الاستفتاء خاطر اللي ممشيش وصوت كيما احنا نقوله في الانتخابات مش كنا في الانتخابات بل ما تخليش البقعة الغيرك وبره خوذ بلاستك مش ما يطلع لكش اكس ولا اجريك زادة هنا يلزم فهم شوية وعي من المواطن انو اذا كان كيما كان يحيي يقوله اخوية الياس كبيرة على المصير متاعنا وحياتنا اليومية والكل يبايفو تقومو وتمشي وتقول لا ولا تقولنا عم اذا كانك موافق ولا تقاطع المقاطعة بالاستفتاء عندما المقاطعة يربحوك المقاطعة تربح المقاطعة امشي قيد في البيرو وما تحطش ورقة اما انا مع فكرة انو تمشي تشارك في الانتخابات واليوم ما بعد الاستشارة سؤالتنا بالعشرات للسيدة فاروق بوعسكر نائب رئيس الهيئة العالمي المستقل للانتخابات والسيد عطيلة ذرايف استاذ القانون الدستوري سؤالي وما زالنا تقريبا عشرة دقائق نبدأ بيك سيبو عسكر اذا الاشهر القادمة التطورات الممكنة السيناريوية الممكنة ما تروح فكرة حل حليزي ما تروح فكرة تغيير القانون انتخاب ما تروح فكرة الهيئة اش بش تقول الهيئة اللجنة مش الهيئة اللجنة التأليفية اذا الاشهر القادمة شنو على حد تقديرك المحطات الكبرى فيها سيبو عسكر هي طوهني قلت لك كلها فرضيات ولكن على الأقل الأكيد عندي التو اللي الهيئة موجودة تخدم بقانون بالنسبة لي القانون هذا ينجم يتم تطبيقه واحترام والأجيل ما زالت وبالنسبة للشيانس اللي عندي حسب القانون هذا عندي أهم الشيانس يالو 25 مي اللي هي أمر دعوة الناخبية ثم لاثة جويلة ننطلقوا في حاملة انتخابية متاع الاستفتاء حاملة استفتاء تسمى مش حاملة انتخابية بشكون لحظة ثم عندك يوم الصمت متاع الاستفتاء يوم التصويت على الاستفتاء الرزنة مراهي واضحة وكلارينات في الاستفتاء وأسهلوا وأقل تعقيد من الانتخابات شكون يشارك رأوا شوف الاستفتاء الدستوري ولا التشريع يختلف على الانتخابات في الجهة هذه وقلت ما فهمش مترشحين لكن فما حزاب سياسية فما الأحزاب فما مجتمع مدني فما وسائل علام هذو مراهي لكل عندهم الحق يشاركوا في الاستفتاء حسب المعايير الدولية لكن قانون الانتخابي لا يسمحوا لهم هذا القانون 2014 لا يسمحوا إلا للأحزاب الممثلة في برلمان النيابية التي تشارك في الاستفتاء معناها معناها النجمان يقول لك أعطيني توا الحزاب النيابية ما هو معلق البرلمان لكن القانونيا لم يحل لم يندثر دونك الحزاب مزيت موجودة نظريا هذي كهي رأي لعند الحق تشارك وبالكتاء وبالكتاء لأنه مش بالكتاء بالتساوي بالتساوي وحتى في التمويل بالتساوي ممكن تكون هذي نقطة إيجابية معناها معناها عندي المينيماو عندك عضو ممثل في البرلمان كيف أنت عندك عضو مواحد عنده ثمانين كلكم بالتساوي عندكم الحملة بالتساوي وعندكم التمويل العمومي وللوجيك راه دونك تبدأ الحملة الانتخابية دونك تبدأ الحملة الانتخابية عندي نهار اثنين منجر رحوي نهار الثلاثة علي العريث نهار الاربعة عابير موسي نهار الخميس هكا في الحضور في الحضور السياسي هذا هو وكل واحد فيهم بشي يجي يقول يدافع يأمن على النعم وإلا لأ دونك عندكم فكرة شوية على الطيف السياسي إلى حد الآن كيفاش قاعد يتعام نحكي مع سيدا للمستمعين دونك مثلا الناس اللي جزء منهم كبير مساند لرئيس الجمهورية دونك مساند للنعم غير موجود غير موجود في البرلمان أنا منجر في نعايته في النقطة هذه بالذات قانون بتاعنا غير متطابق مع المعايير الدولية شمعناه أنا التجارة بالفضلة تقول أنه بخلاف الحزاب بذكر الحزاب المجتمع المدني فما نقابات وفما وكي تعاقبني لأيكات على غضو وكي تعاقبني كان أعمل غير هذا أنت يزي غضو تعملي لفت نظر ولا أيكات إذا كانوا يتتبق القانون هذا وجيني حزب غير ممثل ولا جمعية ولا نقابة لا أسمحانها باش تكون بيحمل بالقانون بالقانون اللي هو أره ومش بيعي لا يتتابقوا مع المعايير الفضلة هي فما حاجة يمكن تكون حاسمة هي فرصة كبيرة للأحزاب اللي تستفع على مستوى معارضة لرئيس الجمهورية أنه في وسط الحملة وقبلها تكون قادرة أنها تكون برامجها على المستوات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية وتعطي الحلول للبلاد وتقنع أنه الناس اللي ماشية للاستفتاة وبعض للانتخابات رأوا أحنا البديل مش رئيس الجمهورية فربا ما بين قوسين تعطيه بيد أخرى وأنه الحزاب هذه يزيمها تكون فعلا لما عاتش تعمل نفس الأخطام بتاع الماضي لأنه علاش اللي التوانسة تقول لك معاتش عيني بالحساب وخذيوها الفينومان بتاع أنه شخص وحده ترشح من غير حزب وهو اللي يربح في النتائج الانتخابات ولا حتى على المستوى الانتخابات البلدية سيفاروخ برشة قائمات مستقلة ترشحت وربحش هذا يعني ماذا أنه نحب ولا نكره واقعيا فما مشكل تاع إحساس تاع مواطن تونسي أنه ما يلقاش روحه في الأحزاب اللي بوتاتر ما نحبش نقول الكلام خائب ولكن اللي بوتاتر ما قالتلوش الحقيقة وعدتو ما نفذتلوش المهم مش نقول أنه كلامنا متزن مش كلام ولكن هذه الأحزاب اليوم إذا كانت حب تعمل مراجعات وتبدل برامجها تكون مخافة للبرامج ولا الإصلاحات المزن مش تقع تقول لا 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 أنا ضد أنا ضد أنا ضد تقول هاو شو شو نعمل حتى توجه وتبدل فكرة المواطن أنه ما عادش يخمم في اللي يقول فيه رئيس كامل كل يوم تولي تخمم في حاجات أخرى عند البديل بشرط أن هزادك يتعملها العملة هذية ما تعودش العملة القديمة توعد وبعد ما توفيش وقد لي تاخل الحكم به هذي حللنا شوية باب وعنا خمسة دقائق حول التشريعية ديسمبر 22 بعيد يسر ديسمبر 22 ولا لا مش بعيد عليش بعيد احنا متعودين نعمل انتخاباتنا في اكتوبر مش بعيد على ديسمبر ونبدأوا نحضر فيها من أول العام ولكن المسار متى الاستفتاء اللي يجي في الوسط هو اللي يخلي التركيز حتى متى هذه الانتخابات هي الساعة خلينا نتعداول العقبة متى الاستفتاء وبعد ركز في الانتخابات التشريعية مع انه راهي ديسمبر غدوة معناها مش بعيد ولكن زادة نفس الشي اللي يطرح في الانتخابات التشريعية هتر القانون يراه موجود وخدمنا به لكن الاشكالية شنية زادة لنا في علاقة مثلا بالترشحات موانعة الترشح اناي الحزاب اللي مش تعقبة محكامة المحاسبات بالاسقاط اناي اللي ما عنداش الحق تعود ترشح هذه زادة يبدو لي يجب ننتظروا حاجتين اما امكانية للتنقيح القانون الانتخابي او صدور احكام عن محكامة المحاسبات وتعرفوا انه حتى الجهز القضاء قاعد يسرع في المسألة هذه متاع الجرائم الانتخابية والتومي الأجنبي ومحكامة المحاسبات قاعدة تحاول تسرع في هذا الموضوع دونك زادة المسألة مربوطة بالموضوع هذي دونك الغربين لازم يخدم قبل ديسمبر بيتبعت الحال مش قبل ديسمبر حنا الترشحات نبدوها قبل 4 شهور اشوف الترشحات اذا كان 17 ديسمبر قبل 3 شهور نبدونا عنه في الترشحات دونك في قود سبتمبر يلزم الامور هذي تبدو مريق واسع وطيل الان والموضوع تحط على الطاولة المرة الأخرى في حصتنا وتقال وكتقال بيتنا فيه هل نتجه الى انتخابات تشريعية دون أحزاب هل منعت الأحزاب الان من ما فماش حتى منع من أنه الأحزاب لحد هذه الساعة دي مرة نحكيه وقت متعتوى مبعد إذا كان يتبدل قانون الأحزاب أحزاب حاج أخرى كان تعاقبة أحزاب يتعاقبوا مترشحين أشخاص ولكن الحزب يبقى قائم ولهو امكانية أنه يقدم ناس أخرين في الترشحات للانتخابات التشريعية إذا كان طبعا ما فماش عقوبات للحزب في حد ذات ومش عقوبات فقط سي عطيل مش عقوبات فقط اليوم رئيس الجمهورية يوضح في أكثر من فرصة أنه أنه بالنسبة لي الوضع قبل 25 جولي هو وضع فيست فيما نقول الكبير عند العديد واللي يمكن شوية تابو ومش نسكول تقول فيه هو يخي هل سيطبخ رئيس الجمهورية لنفس القوى السياسية اللي كانت موجودة قبل 25 جولي يخي هو بشي يعملك انتخابات في ديسمبر 2022 فيها النهضة وفيها من عرشنا فيها أحزاب أخرى وفيها ما عينوش ما عينوش دوق ممكن يسر في النصوص اللي بشي تجي على انتداد الأشهر القادمة يكون فما ضرب ولا نصف لفكرة هالأحزاب هذية من خلال الاستفتاج جستماو والنصوص اللي بشي تم كتابتها سابق ليهوانه لازمنا نشوفه كيفاش وقتها إذا كان يقوم بالعملية هذية وقتها هو في إطار الأمر اللي يخدم به اللي هو مزال الدستور للحقوق والحريات موجودين إذا كان يجي همنا حرية تكوين الأحزاب ولا حرية مع أنتها أمر مبدئيا مستبعد وقتها يولي خرق مش جاسيم بركة خرق من غادي من جاسيم وجستماو كان جات فم محكمة دستورية تعملت من الأيامات اللي أولنين رأوا كل اللي صار الآن بعد شهر رأوا رئيس مجلس نواب والثلاثين نايب مشوا وقدموا لمواصلة هالتدابير الاستثمائية من عدمها فالناس عملت عميل خلت التيران محلول لتأويل الدستور فتجرعوا اليوم ربما مش ندفع السياسي كيفاش أنه ساعات واحد يقدم سوابعه كي تبدأ عنده فرصة أنه يطلع بالبلاد ويعمل البرامج ويخدم وخلي التوازن بين الصلاط كامل يعمل هكا يعطي هدية الخصمه والغيره ويقعد من بعد يتبكى ويتشكل في كل الحالات تونس بين يدينا الكل عملوا ولا ما عملوش قدموا ما قدموش تونس بين يدينا الكل لونك لحقيقة صحيح على انتدى عشر سنين غلبت المصالح وما ساردش اللي محكمة دستوري ونسكن هاي تكتوي اليوم بهذا خاطر ما مشاتش للمبارسات الفضلة جوستو ما وخزرتلها بفاساد كبير كانوا فاسدين من داخل فاسدين فاسدين خاطر عمرهم ما قدروا الفرصة ليعطاها هم لهم اتدم الشهدات تونسة وقت اللي يمدوا لهم بين يديهم السلطة كانت المطلب الأساسي فيها أنه العيش المشترك يتم احترامه عيش المشترك خلوا على جهة ومشيون المصالح الشخصية والضيقة هاو اليوم يكتويوا به هاي تنشوفوا بقية المشوار شنوات نجم تعطي بركة لو فيك أستاذنا شكرا لك على قبول الدعوة مرحبا بيك سيبو أسكر شكرا لك على قبول الدعوة شكرا لك